موسيقى أقول ولنطلع ولنطلع على الموقف الرجولي الحازم الحكيم للخليفة وأمرائه المماليك وأمة البلاط التيمي من خلال ما ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة حيث قال وكان تاج الدين بن صلايا نائب الخليفة بأربل حذر الخليفة وحرك عزمه والخليفة لا يتحرك ولا يستيقظ فلما تحقق الخليفة فلما تحقق الخليفة حركة التتار نحوه سير إليهم شرف الدين بن محي الدين ابن الجوزي من أمة التيمية هذا رسولا يعدهم بأموال عظيمة اكتفت جيدا هذا عندما أشار إليهم ابن العلقمي أن يرسلوا إليه بهدايا سنية فماذا فعل ظحى بهذا التضحية بالتيمي أرسل ابن التيمي مع هدايا حقيرة قليلة ذليلة مهينة لهلاكو فأثار هلاكو وحصل ما حصل يقول يقول سير إليهم شرف الدين بن محي الدين ابن الجوزي رسولا يعدهم لاحظ يعدهم بأموال عظيمة لكن أخذ معه هدايا بسيطة وقليلة وحقيرة ثم سير مئة رجل إلى الدربند يكونون فيه يطالعون الخليفة بالأخبار فمضوا فلم يطلع لهم خبار لأن الأكراد الذين كانوا هناك دلوا التتار عليهم فهجموا عليهم وقتلوهم أجمعين ثم ركب هلاكو بن تولي خان بن جنجيس خان في جيوشه من المغول والتتار وقصدوا العراق لاحظ رضوا بالذل والذل ما رضي بهم رضى خليفتهم ورضي خليفتهم بأن يكون عابلا تحت سلطة هلاكو يجبي أمال المسلمين لكن هلاكو لم يرضى إلا بسحقهم وإبادتهم فحي الله الخليفة وأمة التيمية عندما يكون رد فعلهم الخضوع والذل والهوان والخيانة والانحطاط بالتملق للمحتلين واسترضائهم بأموال عظيمة وبوفد يرأسه ابن الجوزي الإمام التيمي التكفيري رئيس الأوقاف ومفتي الخلافة وواعظ السلطان فذهبت الأموال العظيمة إلى خزائن المحتلين التتار وقتل وفد خليفة بغداد وذهبت بغداد ومن في بغداد ويا ترهل هذه نفس الحادثة التي نصح فيها ابن العلقمي الخليفة بمدارات هلاكو ودفع شروره بإرسال هدايا عظيمة له لكن الخليفة لم يسمع لنصيحته فأرسل هدية هزيلة حقيرة امتثالا لنصيحة بل وأمر امتثالا لنصيحة بل لأمر المماليك المسيطرين على العساكر وعلى المقاليد في الخلافة ويا تره لماذا قال صاحب النجوب الزاهرة انها أموال عظيمة قال يععدهم بأموال عظيمة فهل يريد دفع ورفع المسئولية عن الخليفة فيما حصل باعتبار انه لم يتصرف بسفاها وغباء بإرسال هدية حقيرة لقائد الغازين أو هي حادثة أخرى مختلفة فواحدة أرسل هدية حقيرة وأخرى أرسل فيها هدية وواعد وتعهد بأموال عظيمة أخرى غير ما أتى به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر